هذه أبرز العنوينة رسميا انتخاب عاد الهلالة رئيسا جديدا لندي الرجاء الريدي لأربع سنوات خلفا لمحمد بطريقة النجم المغرب حاكم زياش يصدم كل المغرب بهذا الخبر المفاجئ بعد عودته إلى صفوف غرطة صارها نهائية دورية الماسي صفيا البقالي يخوض صباق 3000 متر موانع في ملتقى بروكسيلا اليوم الجمعة أسود المنتخب المغربي للفوتسال يواصلون استعداداتهم لمواجهة منتخب طاشكستان في كأس العالم في هذا الموعد قبل ما نبدأ لا تنسى تشارك معنا في القناة وتفعل جرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب أصفر الجمع العام لنادي الرجاء الرياضية الذي انعقد أمس الخميس عن انتخاب رئيس جديد للفريق الأخضر وانتخب عاد الهلالة رئيسا جديدا للفريق الرياضي بالأغلبية لولايا مدتها أربع سنوات ليخلف بذلك رئيس سابق محمد بضرق كان هلالة قد أشرف على رئاسة الفريق الأخضر بشكل مؤقت بعدما تم اعتقل محمد بضرق في الديار الألمانية قبل أن يقدم عادل ترشيحه رسميا لرئاسة الفريق الأخضر علما أنه كان الوحيد الذي وضع ملف ترشيحه لدى المكتب العام للهدي قبل الثالث من شهر شوتنبير الجاري وكان رئيس الرجاء الرياضي السابق محمد بضرق قد اعتقل في ألمانيا بعد وصوله إلى مطار همبرغ من أجل ملاقات المدرب السابق للفريق الأخضر جوزيف زينباور عاد الدولي المغربي حاكم زياش مصابا إلى نادي غلط الصرايا التركية حيث أكد ناديه أنه خضع لتشخيص طبي أثبت بأنه يشكو من شد في العضلة الظهر العلوية من الدرجة الثانية وذلك بعد مشاركته مع المنتخب الوطني المغربية في مبارتي منتخب الكابون ومنتخب لسوثو في إطار تصفية كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 وحدد التشخيص الطبي الذي خضع له الدولي المغربي حاكم زياش غيابه لمدة أسابيع عن مباريات فريقه غلط الصرايا التركي في انطلاق الموسم وسيتزامن هذا الغياب أيضا مع عدم التحاقه بتجمع المنتخب الوطني المغربي في أكتوبر القادم تحضيرا لمباراة إفريقيا الوسطى برسم تصفيات مؤهلة لنهائية كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 وتعرض الدولي المغربي حاكم زياش للإصابة في مباراة منتخب المغرب ضد الوسط الأخيرة والتي فاز فيها المنتخب المغربي بهدف إبراهيم دياز بعدما كان دخل إبراهيم دياز وحاكم زياش بديلين في الشعطة التاني من المباراة يستعد العداء المغربي صفيان البقالي لخوض سباق 3000 متر موانع ضمن نهائي الدوري الماسي الذي سيقام اليوم الجمعة بالعاصمة البلجيكي بروكسيل ويسعى صفيان البقالي إلى تحقيق لقب جديد بعد فوزه بسباق 3000 متر موانع في ملتقى سيليسيا ببولندا إلى جانب إحرازه دهبية الألعاب الأولمبي باريس 2024 في هذا الصدد كتب البقالي في مشهور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي على انستغرام غدا إن شاء الله نهائي الدوري الماسي من خلال منتقى بروكسيل دعوتكم ويصار إلى أن النهائي الدوري الماسي سيوجر اليوم الجمعة وغدا السبت انطلاقا من الساعة السابعة مساء بتيقيت غرينيتش الجماهير المغربية تتمنى مشاركة قوية لسفيان البقالي وإحراز ميدالية جديدة لصالحه وصالح المملكة المغربية يواصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة استعداداته لمباراة التي ستجمعه يوم الاثنين القادم بمنتخب الطاجك السانة لحساب أولى جوالات المجموعة الخامسة من النسخة العاشرة من نهائيات كأس العالم التي تصدفها دولة أسباك السانة ما بين الرابع عشر ستنبير الجري الفين واربع وعشرون والسلس اكتوبر القادم وشهدت الحصة التدريبية لنهار اليوم والتي قيمت بالقاعة يونسبود بمدينة تشقند امتدت لحوالي ساعة وعشرون دقيقة ركز من خلالها هشام تكيك مدارب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على الجانب التكتيكي وحضور جميع اللاعبين المنادات عليهم الجدير بالذكر أن المباراة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة أمام المنتخب طاجكستان ستجرى بقاعة هومو أرينا بداية من الساعة ثمين ليلا بالتوقيت المحلية الرابع عصرا بالتوقيت المغربي وكان هشام تكيك قد كشف عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة المشاركة في نهائية كأس العالم المقاررة في أوزباكستان وتضم التشكيلة 13 لعبا سيمتلون المملكة المغربية في هذا الحدث العالمي والهام التشكيلة تضم كل من عبد الكريم أنيبة محمد شيردو يوسف بن سلام أناس العيان عثمان الإدريسي سوفيان بوريط إسماعيل أمزال وصوفيان الشعراوي عثمان بوزوم وصوفيان مسرار خالد بوزيد إدريس رئيس الفني ومحمد كمال أعرب محمود بن تايك الوافد الجديد على نادي الزمالك المصري لكرة القدم عن رغبته في التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي عندما يلتقي القطبي الكرة المصرية في هذه المواجهة المقاررة بالمملكة العربية السعودية قال بن تايك في مقابلة مع قناة الرسمية الفارس الأبيض أستعى لتقديم مستوى جيد مع الزمالك وأتمنى تحقيق أول بطولة بقميص الفريق وتتويج بسوبر الإفريقي من أجل إسعاد الجماهير النادي أضف المتحدث نفسها أعرف بعض اللاعبية الزمالك قبل قدومي إلى الفريق أشكرهم على التراحب وسنعملوا على المنافسة في جميع المسابقات كما أشهد اللاعب السابق للرجاء الريدي برسائل التي تلقها من الجماهير وضعم المدرب البرتغالي جوزيغو ميزا عند قدومه إلى الفريق ترجمة نانسي قنقر